ارتفاع القيمة النقدية للدنار العراقية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار مؤشر سجلت الأسواق المحلية منذ شهر تقريبا حيث انخفض سعر الدولار الواحد من 1250 دينار إلى 1220 المسؤولون في دائرة العمليات المالية للبنك المركزي أكدوا أن السياسة النقدية المتبعة منذ سنتين ستقترب من تثبيت قيمة العملة المحلية لتصل إلى 1200 دينار لكل دولار التحسن الأخير بالدينار أزاء العملات الأخرى ومنها الدولار جاء جراء جهود بذلها البنك المركزي والسياسة النقدية ولدينا الكثير من الإجراءات الخارجية والداخلية التي نستطيع من خلالها ليس فقط تحسين الدينار بل ضبط إيقاع عبر استقرار لأمد طويل تتبع مؤشرة حركة الدولار إلى المصارف العراقية الخاصة وشركات الصيرفة من خلال تدقيق آليات المستندات التي ترافق مزاد بيع العملة للبنك المركزي كان عاملا آخر لاستقرار سعر الصرف العملة المحلية فضلا عن توقف الإنفاق الاستثماري بسبب تأخر إقرار الموازنة الاتحادية تتبع حركة الدولار من البنك المركزي وإليه من خلال عملية وجود آليات لفحص المستندات التي ترافق عملية بيع العملة الأجنبية إضافة إلى تطبيق شرط الامتثال اللي هو 1200 دينار لكل دولار ساعد في عمليات ضبط سعر الصرف بالبيع المحلية مواصلة البنك المركزي ضخ العملة الأجنبية إبرم زاداته اليومية وتخوف أرباب شركات الصيرف من التلاعب بآلية بيع وشراء العملة الأجنبية إضافة إلى تباطئ مؤشرات التحويل المالي إلى الدول الصناعية الكبرى لوجود أطلة خلال هذه الفترة كانت الأسباب الرئيسة لانخفاض الدولار لكنها أسهمت بانتعاش الاستثمار النقدي في سوق العراق الأوراق المالية التحاويل التجارة مع الصين صارت مركز السقل الرئيسي فالتحاويل إلى الصين تباطعت وشبه توقفت لوجود أطلة بالقطاعات الإنتاجية في الصين وهذا السبب وحد الأسباب النقطة الثانية أن مكاتب الصيرفة والتحويل والمتاجرين بالدولار بدأ ضغط عليهم من البنك المركزي فيما توقع اقتصاديون آخرون ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة بعد استئناف الدول الكبرى عمليات تصديرها للإنتاج الصناعي إلى الشرق الأوسط ومنها العراق عقب ازدياد الأقبال على التحويل المالي للعملة الصعبة لتلك الدول زياد نهاد الحرة بغداد